بسم الله الرحمن الرحيم post insertion complaint هي المشاكل اللي ممكن تطلع عندي بعد insertion of complete denture فالمفروض أني أسوي الجدول for recall visit للبايشنت عادة كل بايشنت أحتاج لثلاثة فيزت حتى أضبط لدنشر أسوي لها comfort يقدر يشتغل يستمر بي الفيزيتات هذه أو الفيرت أبوينتمنت راح أقول له تعالي بعد 24 ساعة من لبسك الدنشر حتى إذا أي شيء complication صايرة عندي أتلاحقها من البداية قبل ما يتفاقن الأمر فإذا إجاني بعد 24 ساعة تشيكت الأمور شفت أكفه minor connection correction أحتاج أسوي أو يعني ما أحتاج من عندي أي correction فأكون مطمئنة أقدر أنطي second visit وراء date شوية أبعد سي مثلا أسبوع أما إذا إجاني وكان عنده serious problem صايرة عنده ألصر أو حاجة أو pain عنده واضطرت أنه أسوي modification نوعا ما هوية فأحاول الفيزيتة اللي وراها تكون قريبة سي مثلا يوم أو يوميا بعدين الفيزيتة الثالثة راح تكون ورا 6 إلى 12 شهر إذن حتى أتشيك إذا دنترمات البايشنت هذا يحتاج relining or not هسا تقولون كل بايشنت هو راح يصبح عنده post-operative post-insertion complaint أقول لك إي نعم كل بايشنت عرضة أن يكون عنده post-insertion complaint لويش أنه أنا دنترمات تم سويته على الكاست fabrication على الكاست بينما اللي هو راح يلبسه راح يقعد على ميوكوزة الميوكوزة هي compressible وسوفت بينما الكاست يكون رجد فالدفرنس بالكمبرسابوليتي هو اللي راح يطلع لي هذي المفرض أني أعلم البايشنت ماتي post-insertion care حتى أضمن success of treatment of denture post-insertion complaint مو بالشرط أنه تكون هي psychological ممكن أنه يعني أكثر الشكاوي أكثر المرض هي تكون شكوى حقيقية بالبداية راح يجيك المتفاجئ بالدنتر ماته أو ما لبى احتياجاته كان يتوقع أنه راح يكون أفضل زين فهذا يعني psychological state هذي واحد ما بي أي مشكلة ثانية بس إذا أكو مشاكل أكو يعني أكثر الأحيان المشاكل تكون مشاكل حقيقية مو psychological إذا أردت أقسم post-insertion complaint فرح تكون within four categories أول شي discomfort أو pain problem بالفنكشن problem بالأستيك وproblem بالفعاتيك ورح أجي أتكلم على كل واحدة بالتفصيل الproblem اللي بيشنط رح يشكي لك من عدها اللي يقول لك أنا عندي uncomfortable أو pain شنو هذي المشاكل قد يكون عنده sore spot أو burning sensation redness بالنسبة لل pain بالتيم جي وفتيق بالمصل هذي مصل عندك ثاني يوم مو اليوم لبست الدنشر أنا ثاني يوم يجيني المصل صار بها فتيق و pain بالتيم جي هذي نحتاج فترة طويلة حتى المصل أو التيم جي يصير adaptation على وضع جديد التانج أنت شيك بايتينج اللي ممكن يعض على أسنانه أو على الخد nausea vomiting swallowing sore throat والdeafness اللي هي الشكوة الغريبة عند الباشنط sore spot حتى أعرف أنا أعالجها أجي بالبداية أشوف وين موجودة وأشوفها solitary low multiple low all the mucosa فإذا هي solitary إذا هي مفردة زين أشوفها أكيد يعني في المكان من دي أثر على هاي النقطة صار عندي بيها sore spot فال most frequent cause اللي هي راح أسوي لي هاي sore spot pressure area صار في المنطقة بالdenture base هاي تحتاج أسوي لها relief أو over extension of denture prefer بحيث بحيث ضغطت بال vestibule زين هذه همين لازم أسوي adjustment لل extension مالتها أو failure to provide relief بال sensitive areas sensitive areas اللي هي هي نير sensation بيها نير مثل mental for amn sensitive for amn greater palatine for amn هذه المناطق يجي patient symptoms اللي أشوف ها عنده acute irritation أحمرار بالمنطقة أو إذا كان chronic راح نشوف ها صايرة على شكل white spot يتحول لونها إلى أبيض distribution مثلا إذا أنا جيت هذه store spot لقيتها بال vestibule معناتها شنو أنا المشكلة عندي شنو جزء من موت الدenture اللي راح يدخل بال vestibule اللي في الناج موت الدenture معناتها هذي الفلانج هي overextended زين شنو نعرف المكان صار ب overextension أخلي project indicating based أو disclosing walks راح توضح للمكان اللي هو overextended وأقدر أسوي modification adjustment وأقل لها زين ممكن تكون هذه البوردر unpolished الحافة حادة ما تدين شرفها أسوي لها polishing and roundation ممكن هاي spot بال occlusion به المنطقة زين ممكن نستوي الفورس يعني وان يصل عندي البايت مني عضل مريض هاي المنطقة هي premature contact يصل بها pain زين فالميوكوز اللي تحت ها راح يصل بها source spot شون أنا أعدلها هذه ورقة carbon paper أخليها على occlusal surface يسوي articulation patient و selective grinding زين هذا source spot لقيت posterior limit of upper denture ب pps area معناتها شنو شنو جزء denture اللي يجيني بالpost dump area posterior اللي هو post dump area not denture معناتها أكو فالضغط هنان هوا بهاي المنطقة زين two deep valve seal يعني أنا مساويتها حافرة custom deep chone فصار عندي thickness بالأكل لك هوا فالضغط ميوكوز بهاي المنطقة أيضا أسوي detection ب pressure indicating paste أو ممكن extension مراتها far صار أبعد من اللازم هذه همات ينب pressure indicating paste و two sharp denture border ما سأسوي لها smoothening فهي أيضا هذه بس مجرد roundation وسmoothening راح تنتهي المشكلة وأيضا أسوي relief ل pressure areas الموجودة زين إذا كانت single and small spot موجودة موجودة على crest of derage شنو الجزء denture اللي راح يصير فوق crest of derage denture bay نفسها أجي denture bay أقلبها وأتحسسها بأصبعي مرات يكون بها roughness أو bubble أو أسميها specule ما أتأكد لك اللي هي شعفورة خشنة من بين تعور الأصبع فهذي أسوي roundation وأنا أعلمها أو مرات إذا تشيكت الفتنك surface ما بأي مشكلة عندي أروح لل occlusal surface راح ألقي premature contact بالأصان بهذه المنطقة هي اللي أثرت لي على crest of derage إذا كان هاي كان solitary مكانات محددة أشوف الجزء ما تد denture اللي يصير in contact with هاي الريجن لكن إذا كان general الصور على crest of derage كلتها صايرة صور معناتها هذا المريض عند vertical dimension high increase بالvertecal dimension فالمصل راح تكون ضغطة بصورة مستمرة على الرج فهو اللي سوالي بها الصور بالرج الحال بهذه المشكلة أقل الvertecal dimension إذا بد denture لا أروح لل lower denture أشيل الأسناء posterior وخلي بمكان هواكس وأخذ centric جور relation جديدة على vertical dimension الجديد وأرجعها لل denture يدخل لها flask ويسوي denture جديد إذا صور النس هذا اللي جيت جوا labial flange off upper labial flange يعني من جهة lip معناتها شنو يجوز أن المكان اللي اللي ألقى به source spot أجي أفكر يجوز من denture جاي علي on contact with هذه labial اللي صايرة جوا labial flange معناتها excess overbite فهاش أعيد مكان maxillary teeth أقول للي technician أشيلها وأعدل مكان مالتها البروكل nation إذا عند denture ماتي كشي مابي وحلو over jet overbite مضبوط أنتبه على patient ماتي ممكن هو يكون عند habit الموستيكيشن فعلم الموستيكيشن بصورة صحيحة وأتأكد أهم شيء من الفلانج إذا تكون not over extended إذا نفس الصور throat طلعت لي بالlingual flange of denture معناتها eccentric not coincide with eccentric فمن يصير occlude there is no cusp to fossile relation solid to movement of lower denture forward slightly زين centric relation ما متزامن مع centric occlusion فلما الpatient يقفل ما عندي cusp to fossile relation راح يضطر الماندبل يطلع لي قدام حتى يصير أو يتحرك من مكانه حتى يصير inter cusp way upper فحل هذا المشكلة selective grinding بسيط و يعني حتى من يصير عندي inter cusp راح يثبت denture و مكانه و الوقت لازم أسوي vertical dimension جديد و جور relation جديد ورما أشيل الأسنان posterior وبما أنه يصار lingual ما أنسب وقت بطريقي أشيك extension math lingual if lage math denture أي مكان عالي أنا أقصر من عنده نجعل ثاني شك يقول burning sensation burning sensation إذا كان localized رأسا أحسب حسابي أنه هذه المنطقة يصير ضغط عليها بها nerve فهو ينطيني بأن sensation مثل الانسيس بابلة greater protein والمنتر فورامنا مجرد أساوي رليف لل denture بيز فوق هاي المنطقة أما إذا جوك يقول كل الميوكوز sensitive كل الدنتر أحس المنطقة تأكل بي تحرقني فهذا ممكن يكون مو نتيجة الدنتر ممكن هو البيش يعني نودي للتكن لشن يحدد للدوز مات الفيتامين إذا أجاني عندي ردنس الفيري ردنس تول تشو كونتاكت إنكلود تانج أن تشيك لبست اليوم الدنتر جاني ثاني يوم حلقة كلية أحمر تشيك واللبس والتانج أي شي كونتاكت وأي شي طخ بالدنتر يصير لونه أحمر معناتها هذا عندي الألرجي للدنتر بيز فأستعمل بيز ثانية غير الأكريليك لأنه الأكريليك بفري مونيمر وممكن هو يكون سبب الألرجي أستعمل مثلا ثيرما بلاستيك رزن فليكسبول رزن والمثل دنتر بيز أما إذا أجاني الردنس على دنتر بيرنج أريا كليتها زيان قلنا وهي نتيجة للألرجي للدنتر بيز فهي لازم مرات الدنتر بيرنج كليتها يعني يعني مو التشوز اللي هي كونتاكت وياها قلنا إذا التشوز اللي كونتاكت وياها أغير ماتيرا الدنتر بيز أما إذا كان الردنس مكان الدنتر بير أريا يعني شن يعني من أنزع المريض الدنتر مات أشوف الدنتر طابعلي على ميوكوز مكان أثر أحمر بالضبط يشبه الدنتر بيز زين فهي معناتها عند بيز للدنتر بيز ولازم أسوي ريميك للدنتر وخلي لدنتر بيز مادة ثانية زين مرات الألف الدنتر نيد ريميك أو ريلاين أو ريبيز الافيتامين نوسيز هي راح تسوي الريدنس بالمنطقة وتحتاج الافيتامين ثرابي زين نجعل المشكلتين اللي قلنا هي تطلع ويا اللونغ تير ميوز اللي هي الفتيق بالمصل انسفشنت فيرتيكال دايمانشن أو اكولوجين ش راح يصير يعني نكريز بالفتيكال دايمانشن إذا كان الانسفشنت فيرتيكال دايمانشن المصل الماتي راح تكون انسابورت ويصير عندي فتيق يتعب المفصل ماتي ورا فاتر من الاستعمال فالحل انه ازايد البرتيكال دايمانشن اوصل للحد الطبيعي زين اذا كان السنتريك مات المريض غلط سنتريك نوت كوينسايد وذ اكسنتريك اذا كان الخطأ بسيط ممكن عاجل مشكلة سيلكت بجرايندي واذا كان الخطأ ماتي قوي لكن الوقت اني لازم اسوي جوريليشن جديدة ببرتيكال دايمانشن جديد مرات الألثرايتس أو التراما هو عند التهاب بالمفاصل يعني راما ألثرايتس مثلا عند ماتي ما لعلقة دنشار بالموضوع والبرماتور كونتاكت اذا نتأثر على التيمجي ونعرف احنا شون راح نطلع سوى بالكاربون بايبر وانشيلها اما الفتيق بالمصل اذا هو انت مسوي الاكسس فهذه راح تكون في حالة مستمرة ما راح يصير عندها مجال انه توصل ريلاكس فالحل بهاي الحالة انه اقل واذا بالعكس كان اقل من المفروض فالمسل ما بها سببورت وهم راح يصير بها فتيق فهذه ازيد ال وشيك بطريقي اذا اكو بريماتور كونتاكت ها ما انا اشيلها زين اذا اجا يشتكيلي من التانج عن تشيك بايتينج يعض علي لسان يعض علي اسنان اول شي افكر بي انه اشوف الكلوج المات الباستير يارتيز ممكن اني مساويتها ايج تو ايج ما مطيتها هورزينتل اوفرلاب زين فالحال بهاي الحالة انه اسوي ريكون تورينج للفايشيال او الباكل سيرفس مات الاسنان حتى يصر عندي الوفر جيت بقى الوفر جيت مضبوط مثلا او مرات اوفر كلوجر يعني رح يصر اوفر كلوجر بالماث فالموصل ما بيها سوبورت كافي لها مات التشيك مات التانج رح يصر بيها انوارد تدخل انوارد موفمنت تدخل بين الاسنان وهي اضع عليها البيشينت مرات الاسنان ونحن سويلها ستينك حاطينها كلش بعيدة من جهة البقل قريبة على تشيك فهذه يكون ارضا لانه سويل تشيك بايت فهذه اغير البقل سيرفس مالة الاسنان حتى ما يصر عندي البيت البيت اذا هو ايج فهذا المصر ما تكون في لست مصر هي اصلا ويك ما ما تقدر تلزم إذا جبت الاسنان اذا خلتها بقى لي اكثر من اللازم رح يصر تشيك بايت واذا خلتها لنقو لي اكثر من اللازم رح تحصر التانج وما عنده مكان يتحرك به التانج ممكن يعض على التانج ممكن تسوي التانج يسوي displacement فالمفروض اني انطي adequate space للتانج والمفروض الاسنان ما ارتبها على neutral zone حتى اخلص من هاي المشكلتين اذا زيدنا المفروض مات cruiser plane زين اذا كان مو صحيح فرح يصر عندي تانج والشيك بايت فريس اصوي denture جديد ب cruiser plane جديد التانج بايت ما يأكر in patient with epilepsy هذه الحالة ما لها علاقة بال denture هذا هو epileptic patient فتريد the cause اللي هو انطيل علاج مات مال epilepsy زين اذا اجاني الpatient يقول لك لما نلبس denture بلا عمي تقوم توجعني swallowing and sore throat اذا كان نتيجة من المقزلة فأشيك الاكستينشن مات ممكن posterior border over extension فاقص يعني اقصر من الاكستينشن مالت ممكن posterior border تكون too thick فشوية اسويل تنينج اذا كانت بالماندبل over extension او too thick posterior lingual flange و disto lingual denture border فاش اصمعني اعدل extension اقصر واقلل من الثكنس بها المنطقة اما اذا كانت المشكلة جايتني من الاثنين يعني بايش انت يقول لك الاثنين ات هم يؤمن البس مو من البس اللور ولا البس البر البس الدن شرمات كل تيصر عندي الم بال beton sol mati معنات هذا insufficient vertical dimension ف ازيد vertical dimension او بالعكس increase بالvertical dimension يجي لازم اقل له انتبه على الاسنان posterior لازم تكون على inside tool ما اخليها lingual كلش لازم على crest of the ridge ف اذا احنا خليناها كلش lingual الاسنان راح يقل للspace multi tongue فالتانج راح يصير crowded بالمنطقة راح ينحشر فيضطر يرجع backward زين فيحس انه الpatient عند sphaling pain posteriorly nausea and vomiting عندي هاي بحالتين اذا بالحالة الاولى اول ما اجلب است الدنشر صار عند vomiting و نوزية او بالحالة الثانية انه ورى فترة لبست الدنشر بالبداية الpatient ومتعود علي كل شي ما بي ورى فترة اجي يصير عند نوزية من عند فبالبداية اذا كان المجزيل الدنشر هو اللي يسوي النوزية عند الباشن معناتها overextended او توثك بال pps area فاعدل هاي المشكلتين واذا كان المندبل هو اللي يسوي ل gaga reflux عند الباشن فاشوف تانج على موض ما يعني اذا حشر التانج راح ما يصعد upward ويجي على soft bullet و psychogenic factor can use tranquilizer or anti-mematic to decrease gaga reflux anti-medication تقلل gaga reflux اما اذا اجاك ورا فترة اذا بنفس اليوم تلبس الدنشر يصير عند gaga reflux اذا اجاك ورا شهر ورا اكثر يصير عند ثقاغ reflux فهذه افكر انه بوردر سي المات ما مضبوط انه سلايفا تدخل جو الدنشر وهي اللي سوي له هذه مشكلة النوازية و premature contact faulty occlusion lead to movement and losing of denture الام وقت saliva under denture و correct occlusion اذا كان عندي premature contact او occlusion مات مو صحيح فالدنتر ما رح يكون stable رح يتحرك من المكان على الميوكوزة حركت الدائمة رح تسمح بالسلايف و تدخل بين الدنتر بين الميوكوزة وهي سوى عندي نوازي عند الميوكوزة نجي نجي على الشكوى الغريبة اللي هي deafness يجيك البايشن تقول لك لما تلبس الدن شر مات بعد ما اسمع وهذه حالة يسمونها costum syndrome هي تجيني لما يصير عندي low vertical dimension ش رح يصير عندي الكون رح يتحرك انت ما منطي vertical dimension اللي الموصل تاخذ راحتها ف الكون دايل رح يتحرك upward backward منتحرك بهذا اتجاه شنو اكو upward backward اكو auricular nerve اللي هو من ينضغط عليه ينطيني feeling of deafness الproblem هسه خلصنا هذه الproblem مالت الفنكشن مالت sorry مالت الباين وال discomfort نجي على البروب بالفنكشن poor fit or instability او looseness of denture interference و poor retention ال looseness of denture اشوفوش وقت يصير lose اذا انا اول ما لبست لبست denture مات وانتظرت شوية وقع من المكان بدون ما يسوي contact ويال opposite teeth رجعت المكان ظليت ضغط بايد شوية واخرت ايدي همات شوية وقع من مكان فهذا احتماليا اكو over extension denture border زين فاني لازم اقصرها او under extension denture border فبالعكس انا لازم اكون اطولها هذي الاكستنشن بايش اطولها بيصير في cure acrylic قد يكون more thin or thick flange فغي عاعد اللي تكن اسمات الفلange ما تد denture pps اذا ما عندي pps انا اروح اسوي زين شو وقت يصير عندي loss لل pps area لمن الفلف سيل على الهارد بالتي تكون و posterior limit note on humillar notch احنا قلنا posterior limit لازم توصل لل humillar notch او اذا كان عنده insufficient fall في سيل شو احد يعني improve او احسن posterior بيت ال area هذه حتى اسويها احسن post dom area ماتي اذا كانت كل ديب مساوي تاني فما رح تضغط العلم يو كوز اكثر من اللازم فا قليل من ثق نسم مالتها وهو ماتي اخليها توصل الى retromolar او ال humillar notch على موض wide area صار عندي و stability اكثر ل denture اذا المشنت عنده dehydration اشيل الكوز اللي يسوي dehydration لانه وجود السلايبة شرط اساسي لل retention او اذا ما كوز يعني ما قدرت اشيل الكوز فاني اجيب artificial saliva حتى اخلص بالموضوع dehydration زين نجي اذا المريض عنده flabby رج هاذ flabby رج شنو يتحرك جوا ايدي تتحرك جوا ايدي تروح وترجع المشكلة اشي اعالجها اول ابدأ بال impression اخذ special impression technique ما فاد عندي هالحالة اروح لل surgery اسوي surgical excision خصوصا للمنطقة اللي راح الشيل هي denture زين الباكال vestibule احنا اتفقنا لازم انطفع thickness للdenture base للأكريلك حتى تطيني support حلوة للشيك ولللبس وتترجع لي اتوخر الرنكل اللي جاية من lost vertical dimension وسupport حلو لها ف under fold للvestibule شكل محل الباشن يعني ازايد thickness مع الدenture base one occlude eccentric المال occlusion اللي صن عندي high occlusion بالpremolar area premature individual tooth contact او high occlusion من one side بالarch زين شن الحل مالتها هذي بالمال occlusion انه اسوي selective grinding اذا كان board denture foundation عند فلا بتشو على الرج فقل نهاية ما اسوي special impression technique او اخذ اسوي لسرج incorrect tooth position لازم شسوي رايحة باقلي كلش اولين قول اكثر اسوي الاسنان بالمكان ما اتعلك rest of درج وذا centric occlusion not harmony with centric relation اسوي selective grinding اذا كان الفرق بين اتهم فشي بسيط وذا كان الفرق كلش قوي لا ذاك الوقت قلنا لازم نسوي نشي للورتي ونسوي جور relation جديدة زين اذا كان عند المريض تورس بالتي نص وما سوالها relief بالdenture فراح تشتغل كفا الكرم هذي يصير rocking للdenture فلازم انا اسوي sufficient relief فوق ها هاي كانت شنو مقزي ريد انتure اللابسة بمكانة بدون ما يسوي function يوقع من مكانة زين هسا اذا مقزي ريد انتر نفسه يوقع خلال function اللي هي شنو هاي function مثلا 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 هالي ف placing posterior pletal sealed too deep اذا عما سوناها ادخن من اللازم thickness مالتها المفروض اني اشوف هون تضغط بالprecher indicating paste واعدل الprecher هنا لبها المنطقة اذا ما عند lack of clusal harmony انا لازم اعدل clusal plane بعدين على اساس هاي اللي اكمل باقي concentration او تعويض الاجزاء المفقودة لمن المريض يسوي mastication او masticatory function اللي هي lateral excursion حرك الماندبل الماندبل lateral metrally over fold الباكل vestibule allop proper flange thickness زين اذا هو كلش انا مضيعت thickness كلش هو يعني لانش ثيك فهذه الحل مالتها انه انا اسوي اعدل اقل من thickness مالتها اذا كانت over extension بال homular notch بال tergom mandibular rafi اشيك الاكستنشن مالتها عدلة اذا اشوف الفريناي labial frenum وباكل frenum اذا ما مصريت الها notch مضبوطة بال denture افتح الها notch حتى من تتحرك ما تأثر على retention stability of denture اذا كانت denture كليش thick over distopical alivial tubercle فاش اسواني اقلي لثيك نسب هاي المنطقة او اخلي المجزيلا ريتيذ اذا كانت المجزيلا ريتيذ مخطآنين بالsetting ومطلعين ها ليبيري اكثر من لازم proclamation زين فهذه اعدل اسنان اشيلها واسويلها setting من جديد او placing المجزيلا المولر to farbical هم لنفس الشي اشيلها واخلي يعني أقربها as much as possible والpremature contact أيضا تعتبر وحدة من المشاكل زيان إذا البيشنت قللك يصير لوز لما أسوي لما أعظ على الأسنان الأمامية معناتها شنو معناتها بوستيرياري ماكو فلفل صير فلازم أتشيك المنطقة وأسوي لها improvement أو الأسنان المكزيلاريتي ثم خلينها كل شليبيلي بحيث يصير فالكرام وياها من يعض على الأسنان فهذه أرجع الأسنان بمكانهم مرات poor denture foundation عند anterior flabierage فهذا الحالة لازم أسوي لها surgical correction بعدين أسوي denture base improper incision habits main patient to musticate eccentric زيان فهذا هو عند فهد incision habits يعني على جهة معينة شرفة العظمات فأنا أدرب المريض على العظة على الأطواق الصحيحة زيان إذا قل لك الpatient من أفتح حرقي عالي أثاب أو عالي يوقع الدنشر من مكانه شلي الأسباب اللي راح تكون too thick denture if large بالbacal posterior area interfere with coronoid process مالت منه ومالت الماندبل فالحال إنها قليل thickness ممكن يكون over extension بال hamular notch فأسوي shortening فتشي وذنة من لمس يعني مو هواية إلا أن تضبط عندي denture وامبروف البي بي اس area أشوف إذا بها في أي defect أنا أحاول أعدلها إذن إذا الpatient قل لك أنا دنشر ما تيوقع لما أحتي معناتها شنو inadequate posterior seal فأعدل PPS area أو over extension بحيث المصل من تتحرك توقع الدنشر من مكانه فأتشيك الاكستانشن وقت الدنشر هيا بالنسبة للمجزلة بالنسبة للماندبل الأسباب preferal over extension أغلب الأحيان يسألونها over extension ما يعرفون شكل cost وان صعير الماسي تر ايريا ال over extension يعني تكون وين مفروض هي مو بكل الكاست المفروض تكون بالماسي تر ايريا باللاترال أيريا beyond external oblige وبالlingual flange وبالretromolar pod هاي موجودات يعني اتشيك اجي اشوف تايت عبري مارك with lower anterior teeth set more lingual with more concavity on the denture maximum extension on retromolar pod area اغير ال proclination او الاسنان مكان الاسنان وعلاقتها باللب tight lip remake with lower anterior teeth set اذا يعني اه اه انطيتها فتسابورت حلو من الاسنان راح يرجع شكلها natural lower points lower posterior teeth tilt or settling leading to cramping of the tongue مرات احنا جهلة من عندنا والتكنيشن راح يسوي الدنتر اي يشتغل على الطبع اللي انت رايدها فانت ممكن حتى ذات يحسك انه شغلك بضبوط وحارص على شغلك ارسم خط بنص الكريست اوف درج قل له هذا الكريست اوف درج كروزال بلاين اللي ده اصير فوقل ها بالضبط اذا انطيت تلتنج للأسنان اريد اعرف يا اخو الاندركات اللي راح تزيدو هاي هاي اذا اكو اندركات يعني تلت يعني اغير اغير الباث اوف انسيرش لما تدن شرماتي او او لور البوستيريار تيث تلت او لينجولي ليدينك تو كرمبينك اوف دا تانج يعني احاول اخليها على كريست اوف درج ما اخليها داخل اللينجولي اكثر من اللازم وقلنا لانه راح تأثر لمشكلة يعني تضيق المكان اللي موجود للتانج واذا طلعتها كل شبكة راح يسوي لتشيك بايتينك هاي ها استذكرنا هالمشكلة قبل شوية فاشا سواءاني اقلل الود والود يعني باكولينجولي ميجود استالي الاسنان مات لور تيث واقلل الارتفاع الكصب مالتها اذا كانت الاكولوزل بلاين عارية كلش شو راح يصير عندي راح يصير عندي لوس للستابوليتي أو دنتشر اه الـ لفر اكشن زين فاحاول انا اسوي دنتشر جديد الاكولوزل بلاين مات تقريبة على الاكولوزل سيرفس اذا كان unproper contour للبولش سيرفس انا لواش احتاج كنتور حلو للبولش سيرفس لانه المسلز اللي هي التيك واللبس والتنج راح يصير انكونتاكت ويا هذا السيرفس فاذا كان الكونتور ما لاتها متماشي مع هذي المسلز فحركة المسلز تزايد الاستابوليتي وات الدنتشر اما اذا كان البولش سيرفس ما متماشي مع هذي الارل ستركش فهذا راح يأثر لي على الاستابول التي انشل بس مجرد تتحرك المسل تطلع الدنتشر من مكانه زين هسا هاي قلنا اذا واحد من الدنتشر من التلبسه انت يصير لوز ويعرف نشن المشكلة زين اذا الدنتشرين الاثنيناتهم يصيرون لوز معناتها اذا عندي premature contact تخلي الدنتشرين يخلعون من مكانهم زين لانه هاي المنطقة هي اصير اطباقة على نقطة واحدة وباقي المناطق ما بها contact free of contact فتخلع الدنتشر من مكانه اذا كان over extension للاثنيا و under extension للاثنيا و inadequate PPS زين زين ممكن الدنتشر ما اتي مني لبس المريض يسوي لي اعاقة عند interference مثلا خلال swallowing يقول لك انا ما اقدر ابلع بهذا الدنتشر اش راح يسوي للمجزيل دنتشر أو يعني او منين جايتني هاي المشكلة ممكن يكون مجزيل دنتشر نبلع من يريد نبلع الاسنان راح تيجي بالسنتر و كلش approximation للارت واحد لو ايه الثاني كلش يتقربون الارت يعني تقريبا يتلامسون cruisal surface مات ال upper واللوء زين اذا انت مزيد الvertical dimension ما الpatient ما راح يقدر يثاب براحت بهاي الحالة زين ولا راح يقدر يبلع براحت اول ما يجي يبلع الاسنان تطبق واحدة على اللخ فالexcess vertical dimension of occlusal plane reduce vertical dimension لازم اقل لاني وذا الposition مات الاسنان هو incorrect ومساوية لكراودين للتانج والكراودين هذا هو مانع يمنع التانج انه يقدر يسوي فاعيد مكان الاسنان ارتبها زين مرات cluttering او clicking للتيث during mastication يعني الاسنان الابر واللاور تقطق واحد ويلخ زين ممكن هاي شنش سبب مالتها ممكن زيادة بالvertecal dimension فاقل الاني يعني او can decrease it by using acrylic teeth بها ميزة ورا فترة راح يصير بها الريزوب شن راح يسوي لها accommodation الacrylic مالتها راح يرتب نفسه حسب الفائدة مالة الدانج ممكن هذا المريض مستعمل porcelain teeth والporcelain teeth من واحد يطخب اللاخ بها هاي صوت الطقطق ممكن كسب الانترفيرنس اكفة premature contact فلازم ادورها والقاها آني مثلا هو denture ب poor stability retention فأسوي الريبيزين او ريمايك للدنتure اذا كان excessive incisal guidance يعني increase overbite وdecrease overjet فأعكس الموضوع وانطي overjet overbite مضبوط زين اذا كانت شكوة المريض من الريتنشن وهي اغلب الشكوات اللي راح تلاحظون ها ال poor retention يوقع من مكانه النتيجة السبب مالتها ممكن يكون poor border seal posteriorly denture short او بالعكس over extension بهاي المنطقة فالمفروض ان يساوي اله adjustment ممكن يكون ال pps ما مضبوط فراح يدخل الهواء يدخل السلايف فتروح شعط الريتنش اللي هو negative pressure ممكن يكون الفت الدنتشر فالسلايف تدخل بين الدنتشر وبين الميوكوز وتأثر عليه الريتنش نتقلله فبهاي الحالة أساوي relining أو يعني اخلي ال tissue conditioner حتى او مجرد انه سويت هذه ال close adaptation منعت انه الهواء يدخل بالداخل وال air tight الصير فهذا راح يزيد لي ال retention مات الدنتشر systemic disease اللي ساول ديرستومي مثل radiotherapy diabetic سو لازم نستعمل artificial saliva والartificial saliva يخللها في container خاص بها بالبلت بال platal part of denture يسمون salivary reservoir neuromuscular disease مثل parkinson to decrease adaptation of muscle to denture also more increase in muscle tone يس عند hyper activity بال parkinson disease فهذا الوصل اللي بتتحرك بصورة مستمرة صعب انه تتعود على وجود denture وياها الاثستاتيك problem patient may be comfort with denture and denture function well but patient unsatisfied with denture aesthetic يعني اشوفه denture ما تحلو والباشنط راضي عليه يقدر يأكل عليه لكن aesthetic لي ما مقتنع بالpatient فانشجو أسوي fullness under nose acute nasal labial like angle هذه اللي مفروض قد يكون القياس مالتا مفروض يكون 90 درجة اذا كانت اكثر من عدها معنات الاسنان كل lingual صايرة او اذا كانت بالعكس اكثر من 90 معنات الاسنان طال وكلي اكثر من اللازم او labial الباشنط اللي عنده بتود مكزلة كان fabricate open face denture gum fit denture اللي هو عند عظمة الفك كل شي شبيرة هذا اقدر استعمل نوع من denture يعني المنطقة اللي هي البون بها عالي من جهة الليب هذي ما رح تضغط بال denture زي نجي نجي على نجي يعني يعني لبس المريض denture ماتة صار بها depression نازل من مكانه الفلتر من upper lip نازل من مكانه معناتها هاي شنو عنده too short or too thin labial flange can increase length or thickness of labial flange بس زي يعني الود ثمالتها والثي thickness اذا لقيت sunken upper lip الليب سماتة كأنما غاطسة وبها رنكل زين فأخي الأسنان أخليها lingual to reset the teeth labial again يعني هاني خليتها lingual فمسوي عندي هاي المشكلة فالحل فالحل لها أنه أعيد أحط الأسنان مرة ثانية وعرفنا reset للتي قلنا مو بالأبر الأبر يبقى ثابة ما العبي أروح على ور أشيل الأسنان أخلي واكسب مكانها أضبط vertical dimension و ريليشن جديدة وأعيد الدنشر زين إذا المريض مات يقول لي أنا ما عاجبني هذا لأنه لما أضحك كلما أحط الأسنان تطلع طويلة أسنان مثل كشرة بها كلها طالعة في excessive high vertical dimension أقرر vertical dimension if too low incisal plane to reset teeth in higher incisal plane أسأول لها tilt هذه خلال السيرفينج حتى أختار إذا كان partial dent وإذا كان incisal plane كل ش low قريبة على الرج أسوي التي شوية higher بس ما أبعد incisal plane أكثر عن الرج حتى ما يصير عن deliver action يعني يقول لك أنا أحس أسنان أنيابي كل ش بارزة فهي يقدر أنكر يعني سهلة بسهولة الترتب يقول لك أنا المريض أنا مبين ذاك واني لابس denture أنا ما أريد واحد يحس بيا لابس denture فالartificial look of denture شي سوي لي التكنيك set up too regular set up and alignment of teeth يعني إذا حط alignment مسؤولة لها perfect كلها جاي على قصة وحدة فأني أقدر أتفقي أبو المختبر واحد من الأسنان يسوي بها شوية rotation واحد بها يسوي شوية shortening يصير شكلها more natural زين هاي حسب حالة حاجات الفردية يعني معام all teeth has the same shade so use different shade but completely but complementary shade زين فالشيد ممت الأسنان ممكن اعتراض المريض على الألوان الأسنان هو اللي ما عاجبة زين فأني اختار أكثر من shade guide واختار الألوان طبعا بما يلائم بشارة الباشن like of grinding of incisal edge and angle to make grinding to them to give individualized appearance زين الincisal edge ما تتي ما أسوي لها يعني ما تسوي لgrinding ما تطحن هي وظيفتها شنو وظيفتها بس incising زين فأني شا سوي أسوي لها angle وأسوي لها grinding شوية يعني أعدلها سويها غيبا نفلات حتى تنطيني more individualized appearance lock of individualized denture base أو individualized denture base contour and fitting هاي المشكلة الرابعة اللي هي راح أصير إنه ما عندي individualized denture base يعني contour لل denture base ما لهذا الشخص ولا denture base ولا contour لل للأسنان وتلوين نحط صبغة أيضا للأسنان كلتها هاي من أغيرها راح أحصل على نتيجة aesthetically more acceptable للpatient نجح على الفونتك المريض ما راضي على الفونتك ما راضي على طريقة الكلامات denture هو طبعا أول ما راح يلبس denture ما راح يعرف يصول بي زيان there is no doubt that denture will change solving action and contact point but usually adaptability of patient sufficient to obtain adequate speech pattern يعني أحتاج cooperation من patient mat يتعاون ويا لأنه راضي step سهوية راضي point سهوية حتى ما أنسى من عد أغير ها أو شي حتى يظل طريقة اللفظ للpatient للحروف صحيحة إذا المريض لبست denture وهو دا يحتي صار عنده صفار يصفر وهو دا يحتي معناتها أكو هوا هوا دا يدخل بالأنتيريار بارت معناتها ريشايب الانكريز الثيكنس أوف أكريليك بالأنتيريار بارت زيان إذا لسبينج أوف أس لتر هاي يلفظون هاي هاي بهالطريقة هذي معناتها أكو ال اير سبيس كلش قليل زيان أو بالبلد كان ريجوس الثيكنس أوف أكريليك من انتيريار بارت وارف ليس يعني أوف بلد اللي هو تكون ثن في الانكور آريا أسويل هاي ثنينج البلد بهاي المنطقة ما تفتهم على الباشن تخراها تل أو ذ زيان هاي شنو هذي عندي اي 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 كو ما مضبوط فأني أضبط Vertical Dimension أضغط أضبط Thickness of Boreata المقزلة يعني أرتبها و الدنشر بايز أنطيها مات اللينجول ومات الماندبل أضبطها من جهة اللينجول إذا ته لايك ذي ما تعرف الباشن قال ته لو ذي معناها الأبر أنتيريار ته أو ثي الأبر أنتيريار تي معناتها الأبر أنتيريار تي تكون كل ش مطلعينها lingual too far lingual فهي تتأثر لي على التسمية على طريقة لفظ الباشن للحروف indistinct F و V لتر ما أقدر أميز الباشن داي يقول F أو V هذه ال position ما ت الأبر أنتيريار تي زي صير vertical أو أو أنتيريو posterior مكانها مو صحيح فتنطيني المفروض أني حتى الفي و الفي أعرف أقولها بصورة صحيحة المفروض اللبس lower lips مات denture صير contact وي من وي ال incisal edge مات الأبر teeth فإذا أنا لم أقوم صحيح للأبر teeth احتمال لا يصير contact بين lower lip وال incisal edge وهي ستأثر على رفظ لل F و V زي عندي فد classification ثاني لل post insertion complaint ممكن أقولها frequent common complaint و uncommon complaint أو ممكن أقسمها إلى loosening of the jump discomfort و problem support retention stability وممكن أقسمها إلى أنه حسب time to complete complaint immediate و delayed مو